منذ العام 2003 وكل حكومة تلقي باللوم والعتب على سابقاتها وكل المشاكل تكبر وتتفاقم والحلول إما معدومة أو مؤجلة برلمانيون أكدوا أن معالجة ملفات الفساد والإصلاح لا تحتاج إلى تشريع قوانين جديدة بقدر حاجتها إلى تفعيل القوانين النافذة ومحذرين من أن الفساد أصبح ظاهرة عامة متجذرة فيما قال آخرون أن الآليات التي تتبعها الحكومة ضد الفساد ما زالت غير فاعلة لما للفساد من أوجه متعددة وإن كان أوضحها الفساد المالي مقرون باستغلال السلطة وتكريس الروتين للحصول على بعض المكاسب خبراء سياسيون دعوا إلى العمل على تفعيل نظام الحوكمة الألكترونية بين الدوائر للكشف عن المفسدين والمتلاعبين وتدريب الجهات الرقابية لأنها ضعيفة ولا ترتقي لمواجهة الأساليب التي يتبعها الفاسدون والسؤال الذي يرافق كل هذا هل ستعمل الحكومة على أتمتة دوائر الدولة للحد من الفساد أم ستبقى حيتان الفساد تعمل على عرقلة الأتمتة التي تحض من فسادها سؤال نوجهه وننتظر من يجيب عنه